موسيقى الله المحب الخالق وهب الإنسان عطايا سمينة جدا أول هذه العطايا هي الحرية الحرية التي وهبها الله لكل مخلوقاته العاقلة وأعطاه ثانية للحياة لكن الحرية هي أسما قال شخص أعطني حرية أو خز حياتي لذلك لا يحق لإنسان أن يسلب حرية إنسان آخر ولا يحق لإنسان أن يأخذ حياة إنسان آخر الرب أعطى الحياة والرب يأخذها الوصية التي أوصانا بها يسوع هي لا تقتل لا تقتل الوصية السادسة كلمة وحرف لكنها مهمة كالوصية التي هي من عشرين كلمة وصايا الله كلها كاملة وكلها مهمة جدا جدا السؤال هو من كان القاتل الأول من كسر هذه الوصية وستستغربون ماذا يقول السيد المسيح عن هذا الشيء في الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنى كان هناك حوار كما درسنا في الماضي بين السيد المسيح وبين معلمي اليهود الذين كانوا يفتخرون بأنهم أبناء إبراهيم لا بل أيضا قالوا نحن لم نولد من زنة الله هو أبونا طبعا الله أبو الجميع خاصة للذين يتقونه ويعبدونه بالروح والحق لكن يسوع الذي قال الحق كل الحق بكل صراحة لكن بمحبه وقال أنتم من أب وهو أبليس أنا لا أستطيع أن أقول ذلك لأحد لأنني لا أعرف القلوب ولا أعرف البواعس والماضي والحاضر لكن يسوع يعرف فقال لهم أنتم من أب وهو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعمدوا ذاكا كان قتالا للناس من البدء كان قتالا للناس من البدء كيف؟ وبعدين ولم يثبت في الحق لأنه كذاب الملاك المتمرد الذي سيجلب الحروب والحقد والبغض ويجعل الناس يقتلون بعضهم بعضا ويسر وهو يسر جدا عندما يرى الناس يقتلون بعضهم القاتل الثاني كان كما نقرأ في الكتاب المقدس قايين لماذا قتل قايين أخاه؟ ودرسنا في الماضي بأن قايين وهبيل تربيا بنفس البيت تعلما من آدم وحواء تعلما الحق وكان الأب والأم كان مثالا لأولادهم الله لم يأمر بقتل القاتل فورا رغم أن القاتل يقتل حسب الشريعة لكن الرب أعطى قايين فرصة لعله يتوب كما أنه برحمته وطول أناته أعطى لوسفر مع أنه الله يعرف النهاية من البداية أعطاه أيضا وقت إذا كان الله ديان الرحوم والصبور يعطي للإنسان فرصة ليتوب لذلك علينا نحن أن نتعلم من الله أن لا ندين الآخرين ونحكم عليهم حتى في بعض البلاد لا تسمح بإعدام الشخص مهما كان مجرما في عهد المسيح عهد النهمي والمحبي أعطى للشريعة مفهوم جديد وصريح وواضح نقرأ في متى الإصاح الخامس والعدد 21 هنا درس كثير كثير مهم الإصاح الخامس من إنجيل متى بإلن يسوع كيلة للقدماء يعني يسوع كأنه يريد أن يقول كيلة للقدماء لم ينقد ما كيلة للقدماء لكن أراد أن يعطي نور أكثر وتوضيح أكثر لكي يفهم الناس كيلة للقدماء قد سمعت أنه كيلة للقدماء لا تقتل صحيح ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم يعني هون سيد المسيح يغضب على أخيه لأنه الغضب الشرير ممكن يدفع الإنسان إلى أن يقتل لذلك عندما غضب قيين على أخيه لأنه لم يفعل ولم يشاركه بالتمرد لأنه كما تعلمون هابل أطاع الله وسمع من أمه ومن أبيه أن يقدم زبيحة ترمزي المسيح للخلاص أما ذلك الإنسان الآخر قيين فكر بأنني لا أحتاج أن أقدم زبيحة أنا لست مسؤولة عن الخطيئة التي فعلها أبي وأمي فقدم كما تعلمون أو تدرسنا في الكتاب قدم من نتاج الأرض وبعدين قتل من السيد المسيح أيضا وضح لنا شيء كتير كتير مهم في الإصحة الخامس عشر من قول السيد المسيح مهم لأنه هنا قال لن يسوع أنه ما يعالجه أنه شو الفرق بين الأشياء اللي بتدخل بطن الإنسان أو داخل الإنسان والأشياء اللي بتخرج من فم الإنسان فيسوع رادي يوضحني إياها أنه الخطر الأكبر ما نشيء اللي يبناه مع أنه لازم نأخذ الأشياء المنيحة الصحيحة لكن الأشياء تخرج من وأما ما يخمر فم فمن القلب يصدر وذلك ينجس الإنسان ذلك ليش لأن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل زنا فسق صرقة شهادة زور تجديف هذه هي التي تنجس الإنسان إذن منين أين من أين يصدر القتل والزنا والانحراب كل هذه تأتي من الداخل من القلب يعني دائما نحن نفكر أنه القنابل الزرية والهدروجينية والجرثومية والغزاة هذه خطرة على الإنسان اللي صنعها على الإنسان بالدمر العالم لكن الأخطر على الإنسان أيها العزاء القلب الشرير لأنه الإنسان اللي قلبه شرير وبيحب القتل والانتقام والحقد هذا الإنسان هو البدو يستعمل السلاح مشان يقتل أخي لابل يقتل شخص يقتل العشرات لابل ألوف والمئات في كتير شي مهم لازم ليه قيين هن استوضيح أكتر القديس يوحنى واضح لنا هون لماذا في يوحنى الأولى صاح الثالث والعدد العاشر من يفعل خطي فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ وبعدين المولود من الله ما بيعمل خطايا هون عما يحكي وما يذكر اسم قيين بيقول هنا كل من لا يفعل البر فليس من الله وكذا من لا يحب أخاه يعني هون المشكلة وقت الإنسان ما بيحب الله هون بيصير ما بيقدر يحب أخاه وكذا من لا يحب أخاه لأن هذا هو الخبر اللي سمعتموه من البدء أن يحب بعضنا بعضا البغط والحقد بيسبب قتل وانتقام من الألب ليس كما كان قيمنا الشرير وزبح أخاه لماذا زبح أخاه لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخي كانت بار هذا هو كان السبب أنه الناس اللي بيعملوا شر الحقيقة هذه بيكون في قلب في حقد بيقتلوا بيسرقوا بيمتأموا لا أحد أيها الأحباء يقتل من يحب أخوة يوسف أبغضوه نعم نعرف القصة هو بحبهم غريبها وأحبهم كثيرا وكان رايح لحتى يشوفهم وأخذهم أكل جيد لكن هني بدني يقتلوه ليش لأن هني أبغضوه وحسدوه لا أحد يقتل من يحب لماذا صلب اليهود المسيح هو قال ليش هو أعطانا السبب في يحنى 15 والعدد 24 15 لو لم هو يقول عن اليهود وعن الشعب لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطيئة وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني رأوا وأبغضوني هذا الشي غريب كيف بيقدر إنسان يكره من يحب هذا الإنسان بيحب هالشخص لكن هالشخص بيكرهه وهالكراهي والبغضة هايدي هي اللي بتسبب إنه الإنسان ينتئم ويقتل ويحصل لذلك بعدين بيقول وأما الآن فقد رأوا أو أبغضوني أنا وأبي لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب يعني أوقات يمكن يكون شخص في عنده عزر أنه يبغض شخص يبغض شخص أوية بس سيد المسيح كيف ويوسف كيف بيقدر أخته يبغضه هذا هذا الشي غريب موجود اليوم هالروح هذه موجودة اليوم في كل مكان في أنواع من القتل في أنواع قتل يقتل الإنسان نفسية ذلك الإنسان بيحطم ذلك الإنسان في أشكال كثيرة في قتل مباشر الحروب والانتقام هتلر يقال قتل سبع ملايين وأكتر ستالين قتل أكتر حتى رجال دين يدعون أنهم يؤمنون بالمسيح ويعرفون الوصية لا تقتل ويعرفون لا تبغض أعدائك أحب أعدائك قتلوا ملايين بإسم الدين أيها العزة المحزن والمؤلم جدا ما يحدث في شرقنا في بلادنا كيف يقتل الناس بعضهم بعضا والقتل المستمر حتى سمعنا أنه في كثير من ملوك وأمراء قتلوا إخوتهم قتلوا حتى يعقدوا الحكم هذا شيء مفهوم الآية من يبغض أخاه فهو قاتل نفس مين المسيح فسر لهم قصة السامري قصة السامري كثير كثير مهمة هن يكرهوا السامريين اليهود لكن السامريين مع أنهم يعتبروا أنه هاو دي من الأمم وهاو دي مرتدين هاو دي أشرار بتعرفوا القصة أنه إبلوا المسيح المرأة السامري على البئر وبعدين السامري السالح اللي أنقذ يهودي بدل ما يقتلوا مثل هاو دي اللي ضربوا هو إجاء وأنقذ حياته لأنه هو عنده شيء من المحبة نحن أيها العزاء لازم نعترف ونقر أنه كل إنسان عاش على وجه الأرض من أي دياني من أي جنس أي لغة هو أخو الإنسان الإنسان أخو الإنسان شاء أعام أبا في شعر كتير حلو وحفظته لإني حبيته ما دمت محترما حقي فأنت أخي آمنت بالله أو آمنت بالحجر ما بيفرق هاي دي اللغة الإنسان اللي بيعترف وبيقر إنه الله خلق من كل كل الناس من دمي واحد وبعدين في ملاخي سفر ملاخي كتير كتير مع أنه سفر صغير لكن فيه كلمات كتير حلوية اتنين عشرة اتنين والإصحاب أليس أب واحد لكلنا أليس إله واحد خلقنا فلماذا نقدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أباين لماذا نحن أيها العزاء عنا أب عندما الديس بولوس وقف في أسينا وقال لهم صنع من دمي واحد كل أمة تسكن تحت الشمس لذلك نحن أنا يعني بيستغرب أنه أوقات حتى الوحوش الوحش الكاسر اللي ما عنده مخ وتفكير بيشفوا على الحيوان التاني أنا بحب رائب الحيوانات بأفريقيا شفت شي غريب عجيب لبوي لبوي يعني أسدي شافت غزالي صغيري بيبي بيبي صغيري إيشت عليها ما كانت تأكلها ما كانت تأكلها صارت تحسها صارت تحميها وحامتها لمدة طويلة ويجو بالأسود التاني أو الوحوش بدنيا أخذها تجي تدافع عنها يعني استغربت قلت أنه أوقات الحيوانات الوحوش الكاسرة أرحم من الإنسان قساوة قلب الإنسان لأخيه الإنسان أعظم خطية فينا ونرى هذه القساوة في البلاد حيث يقتل الأبرياء في مرة أسيس كثير كثير خادم الرب أمين كان عما يسوء سيارته في لبنان وصدف أنه ضرب إنسان كان على البسكلان على الدراجي وهالشخص هيدا كان رجل دين كان راهب فهالضرب كانت أوية كثير وأخذوا للراهب على المستشفى لكن مع الأسف كان بحالي خطيرة جدا هذا الراهب كان جاي من فرنسا هم يزور لبنان قبل ما يموت قبل ما يتوفى هذا الإنسان بعده كان إسا ما يحكي قالوا له شو بتريد انحاكم هالشخص هيدا قال لهم موار سبونسبل يعني أنا مسؤول أنا ما رأت بطريقه هو ما قصده يقتلني أنا بيعتبر هالإنسان هيدا رجل بالفعل فيه روح المسيح فيه المحبي فيه الغفران حتى سامحوا للأسيس اللي ضربوا كيف سؤال كتير كتير مهم كيف الإنسان ينتحر هل الانتحار خطي قتل نعم الانتحار يكون انتحار بطيء يقولون هذا انتحار بطيء عندما أيها العزاء عندما نخطئ لأنفسنا لأجسادنا أجسادكم هي هياك لله أنتم لستم لأنفسكم لقد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله لذلك عندما نأكل الأشياء الضرة عندما نشرب الأشياء التي تدمر وتفسد عقولنا وقلوبنا عندما نستعمل المخدرات أيها العزاء يقول يقول شخص حجمة الطعام نصفه يقيت ونصفه يميت يعني إنسان بدي يكون حكيم وبعدين في مثال تاني بيقول الناس يحفرون قبورهم بأسنانهم يعني بينتحروا من الأكل اللي بياكلوا اللي هو ما نصحي ولا نطاهر مضر لذلك لازم نتحذر ما أننا نحنا كمان نسيء لأنفسنا وننتحر انتحار بطيء نحنا عند الله كتير كتير غاليين وبيريدنا نعيش حياة صحيحة أتيت يسوع قال أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل فنحنا لازم نحافظ وما نقتل أنفسنا كونسوس الأولى السيد المسيح قال مرة كنت أنا في دمشق البلد اللي بحبه كتير وهناك استأجرت استأجرت غرفي عند ناس عندهم ولد وحيد وهالولد الوحيد هيدا صار شاب شاب يحبوه كتير ما عندن غيره مرض والدكتور قال لهم يعني مرضه ما نموميت لكن خطر يعني بده يدير باله شو بياكل شو بيشرف فالولد ما سمع للدكتور وأنا شفت هال منظر المحزن أكثر منظر بحياتي شفت هالولد هيدا الشاب اللي هله ما عندن غيره خالف قوانين الدكتور ووصايا الحكيم وحتى خالف وصايا الله هالإنسان هيدا انتحر بشكل طريقة اللي أكل أو شرب فمات وحزن الأهل كان كان كتير كتير أليم أيها العزاء المسيح ما بيحب يستعمل آلات القتل بالعكس هو قال له لبطرس عندما أراد أن ينتقم بطرس ويقتل دفاعا عن السيد المسيح في متى 26-52 رد سيفك إلى غمده لأن من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ أنا هنا أتيت لأخلص للك أهلك وأنا أريد أن تتعلموا أنتم أيضا بأن رسالتكم هي للحياة للمحبة وعندما واحد كتب شعر عندما الصليبيون أتوا إلى القدس إلى أورشالين وألأتوا بالسيوف والقتل بإسم المسيح واحد قال لهم يا حامل السيف يا حامل السيف يا فاتح القدس أو أنت اللي حامل السيف وجاي على القدس يا فاتح القدس خلي السيف موضعه ليس الصليب حديدا كان بالخشبة أنت جاي على الإدس أنت جاي عندك سليب على يا فاتح القدس خلي السيف موضعه ليس الصليب حديدا كان بالخشبة كان للسلام للقتل أدباع ناس تانيين أيها العزاء مع الأسف يقتلون كل يوم يقتلون الأمناء الذين أنا شفت مناظر مؤخرا ناس بيحبوا يسوع كل زنب أن هني مسيحيين رأيت أناس يدبحونهم يقطعون رؤوسهم لا لسبب إلا لأنهم مسيحيين لذلك السيد المسيح قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ما بيقدر يقتلوا الروح الحياة قيمة الحياة غالية كتير مرة باعوا حصان بسبعة عشر مليون دولار كم بالحري الإنسان كم هو أسمن أنتم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم نحن بطرس بطرس الأولى واحد منتحش أنتم اشتريتم بثمن لا بفض وذهب بل بدم كريم من حمل بلا عيب إذا أردت أيها الأخ أيها الأخ أن تعرف قيمتك تعرف قيمتك انظروا إلى الصليب هناك حيث يسو قدم حياته المحبة فقط أيها العزاء المحبة وحدها ستنتصر وحد قال إذا أردت أن تقتل عدوك وأنت غير مسؤول اقتله بسيف المحبة يا سلام هذا الكلام المسيح أيها الأعزاء أتى لكي يعلمنا كيف ننتصر على الحقد والبغد كيف نتغلب على الانتقام أحب أعداءكم باركوا لعينيكم صلوا من أجل الذين يسئون إليك هذه هي رسالات المسيح رسالة المحبة رد سيفك إلى غمده يا بطرس لأن الذي يأخذ بالسيف يؤخذ أحب أعداءكم من يقدر أيها الأحبة أن يحب عدوه من يستطيع إنسان الخاطئ أن يحب عدوه الذي أساء إليه فقط المولود من الله فقط الذي يتمثل بالسيد المسيح فقط الذي امتلأ قلبه بالحب لا بالبغض بالمسامحة لا بالانتقام بالعطاء بيخلص هذا الإنسان بيخلص إنسان من الموت لا يسبب لأحد أن يموت لذلك أيها الأحباء أتى يسوع لكي يعلمنا كيف نقدر قيمة الحياة وكيف أيضا نحافظ على حياة الآخرين وكيف نكون مثال بسلوكنا وكلامنا ومعاملتنا لكي نكون مثله لأننا سنراه كما هو أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر